أيضا الرئيس هنة أبطال أكتوبر وقال أتقدم بأسمى آيات التأدير لأبطال مصر من شهداء القوات المسلحة في حرب أكتوبر وجميع الحروب وأقول لدويهم إن شعب مصر أصيل لا ينسى منضحه من أجله وإن مصر ستظل بر بكم كما كان أبنائكم برين بيها كما وجه سيادة الرئيس التهنئة لقيادات وأبناء القوات المسلحة المصرية في عيد المصر واسمحوا لي في ختام كلمتي بأن أتقدم بأسمى آيات التقدير إلى أبطال مصر من شهداء القوات المسلحة في حرب أكتوبر وجميع الحروب وأقول لأسرهم وزويهم إن شعب مصر أصيل لا ينسى منضحه من أجله وأن مصر ستظل بارة بكم كما كان أبنائكم برين بها كما أتوجه بالتهنئة إلى قيادات وأبناء القوات المسلحة المصرية في عيد النصر فقد كنتم على مدار التاريخ حسن الوطن ويده الضاربة في حماية أرضه وحفظ كرمته وتحية من القلب إلى المواطن المصري صاحب الإرادة والقرار في معادلة مواجهة التحديات وتنمية القدرات وأؤكد إنه بتلاحمنا وإخلاصنا ووعينا قادرون على تجاوز الظروف الصعبة كما تجاوزناها من قبل مهما كانت صعوبتها وفي ذات الوقت نحرص على الاستمار في التنمية لتحسين ظروف المعيشة ولبناء مستقبل أفضل تحظى فيه مصر بالمكانة اللائقة التي تستحقها بين الأمم أشكركم وكل عام وأنتم بخير ودائماً وأبداً وبالله العظيم تحية مصر تحية مصر تحية مصر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة